حضرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من خطورة الوضع الصحي للأسير الغدنفر أبو عطوان البالغ من العمر 28 عاما الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الستين على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري وقال المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبدربو إن الأسير الغدنفر يعاني من نقص الحاد في كمية السوائل في الجسم الذي يعرض وظائف أعضائه الحيوية إلى القصور الواضح وقد يؤدي ذلك إلى الشلال والإعاقة أو إلى أن يرتقي شهيدا بشكل مفاجئ ولا يزال يرفض الحصول على المدعامات والمحاليل وطالب عبدربو بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياته وعلى صعيد آخر يواصل الأسير الفلسطيني منيف أبو عطوان من الخليل المحكوم بالمؤبد وأمضى ثمانية عشر عاما في سجن ريمون إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي إسنادا لابن شقيقته الغدنفر المضرب عن الطعام ويذكر أن الأسير جمال الطويل البالغ من العمر تسعة وخمسين عاما من رام الله علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر تسعة وعشرين يوما بعد تحديد سقف الاعتقال الإداري لابنته بشرة إضافة للأسير محمد أبو فنونة من الخليل مقابل عدم تجديد اعتقاله الإداري اشتركوا في القناة